شاهدين الأفضل المتتبعينين ما كنتم نلتقي بكم ونجتمع معكم مجددا في عدد جديد من برنامجكم الخضرانوان اليوم سنتحدث عن نديد من الأخبار المفرحة التي تخص المنتخب الوطني الجزائري ولعبين المحترفين ولعل أبرزها تتويج رياض محرز بالبريمير ليغ وتتويج إسماعيل بن ناصر بالكالشيو الإيطالي كما سنتحدث أيضا عن باكاري غاصما وتعينه في قائمة الحكام التي ستشارك في المونديال كأكبر دليل على أن الفساد الكروي لن ينتهي مهما تحدثنا ومهما تكلمنا فلن يتغير أي شيء في كرة القدم أيضا سنتحدث عن مردود لعبنا المحترفين طيلة هذا الموسم الكروي لن أكون لوهدي اليوم بل سيكون معين قاد رياضيين ومحللين والبداية بالكوتس جامل أعراب أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا ومعنا أيضا محلل قناة الجزائر أنوى الناصر عامر أهلا وسهلا بك الله يسلمك ويوسف مشاهدين الكرام مشاهدتنا الكرام أهلا وسهلا بكم كل متتبعي قناة الأنوال متتبعي الخضاء مساء النور وإن شاء الله سنكون عند حسن ظنكم إن شاء الله إن شاء الله ومعنا أيضا لعب السابق للمنتخب الوطني الجزائري ومحل القناة الجزائر الأنوال جمال أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك يوسف حياك الله وحياكم الله أنتم جمع الأعمال تقل جزائر الأنوال ومشاهدين ومشاهدات الكرام إن شاء الله نكون نخفف عليكم في الحصة هنا تكون قالي عن المعلومات اللازمة فيما حص النقط اللي هضر عليهم المايسترو يوسف شكرا جزيلا وهي شهادة نعتزد بها قلت بأنه هناك مزيج بين الأخبار المفرحة والأخبار المحزنة ولعل الخبر المحزن كما ذكرنا هو أنه بكاري قصمة سيكون حاضرا في المونديال أي نعم هو موسم صعب على الجزائر قد مر بسبب هذا الحكم وبسبب الكاميرونيين خاصة ولكن في نفس الوقت هناك الأخبار المفرحة التي شاهدناها الباري حواية توجرياض محرز واسماعيل بن ناصر بالكالتشيو والبريمير ليك جمال الشيء المحزن أنه الآن إحنا لنا حسن ربما إحنا لمجانين أو أنه الفيفا لم ترى ما فعله الحكم قصمة في ربما هات المباريات الأخيرة الفاصلة ليست مباراة عادية حتى ربما نقول هذا الحكم العالمي ونقدر نغفروله ونقدر نعطوله ربما فرصة أخرى هل نحن المخطئون في هذه القصة هل نحن يجب علينا أن نعتذر من الفيفا ومن قصمة أم أنه الفساد الكوروي صار علنا الآن ويجب أن نتوقف عن الحديث عن الفساد لأنه لم يصر لنا أي شيء أو لا نستطيع أن ربما نؤثر حتى من هذا المنبر لا نستطيع أن نؤثر على الفيفا على فساد الكوروي نحن نبدأ بها من هذا المنبر لا نستطيع أن نخرج على الفيفا نبدأ بهذا النقطة لكي المستمع والمشاهد لا يغضي طموح أكثر من ناس الحاجة الأساسية في هذا الحسن الحسن الكبير في هذا الموضوع هي قفة العصر الأغلبية للناس تمشي بالرشوات تمشي بهذا الأخر كالر نقول ما كان يجب أن نحضره على هذا الحاكم وما كان يجب أن نحضره على التحكيم وإنما من المفروض نوجده رحنا لمثل هكذا وضعيات ومباريات هذا هو يعني أهم شيء بالنسبة لي في الحاكم من قصامة ولما كناش محضرين رحنا إحنا كدولة كهيئات رياضية كرياضيين كمدربين كمسيرين ما كناش مهيئين رحنا باش نواجه نقوله ماشي في الكواليس وإنما باش نواجه هاد هاد الآفاء بقوة إنجاز ولما لحقناش لهذا درجة تعقوة إنجاز بوم يومنا نحضره على الفساد نهضره دابور نلتهاه بالشي اللي لازم نلتها به وهو واش لازم ننجو واش لازم ننضيره باش نلاحقوا لهذاك الإنجاز بس كنهار اللي درنا إنجازات ما درناش إنجازات حكذاك برك ما كناش لاتين بالتحكم ما كناش لاتين بالفيفا ما كناش لاتين بالفيفا طيب نفتعد قليل عن إنجازات أستسمحكم الآن باكاري قصما في المونديال ما هو الشيء الذي بإمكاننا أن نفعله كاتحادية جزائرية غائبة الفاسد إنسان الفاسد ما يعطارفش بالإهانة الإنسان الفاسد میں اعتارفش بإهانة قصما ولكن فاسد تهينوا لما تهينولش لكن الإهانة لنا مش القصم شوف إحنا لعبنا بكل شعرMon نا لعبنا بكل نازاهة نعم ما تصلنا بحاكم ما شريننا حاكم ما الحاكم عاوننا نحنا لعبنا بنازاهة وشعر فشغر النار هذا يكفينا شعرت ها هيكفينا وإنما هقولBay에 بدء مرحلة جديدة واللي تعطينا تماره إنجازات في المستقبل هو هنا معنا الأخ جمال ألمان ناصر عن لعبين سابقين لعبوا في فليبوكت على ريفورم إما هذو كل ريزولتان بجوش ماشي تمار رقات تمار جهد تمار قوانين تمار ناس صهراء على تطبيق القوانين يعني هذا هو المهم الأهم والمهم نعم يعني الشيء الأهم الآن حاليا كما ذكرتم وأنه نغلق الصفحة مباشرة يا أستاذ ناصر وربما نفكر في مستقبل المنتخب الوطني الجزائري أين عم ظلمنا ولكننا نلعبنا بنزاهة كما قال الأخ والكوش جمال شوف الأخ يوسف عينا وإحنا نتكلم عن المصلحة الشخصية أكثر من المصلحة العامة هذا شيء يوجد في العالم كله يعني سواء في أوروبا ولا في أفريقيا ولا في الجزائر يعني من تهربوش منه عينا من هدرات عكسانا حتى وأنه راح موجود اسمه في القائمة ولكن هذا ما هوش موجود بمئة في المئة ما زال مخرج حتى شيء بالنسبة لقضية على الجزائر والكاميرون لحد الآن لم نرى شيء بقي شخص واحد في هذا العالم وهو ناصر عامر فقط الذي ينتظر إعادة المباراة نعم شيء واضح أنه المباراة لنتواعد شوفها يوسف أنا أنا إنسان نحب منتخبتها يحتى النخاء ونتمنى ونستنى إلى يوم الآخر من بداية البطولة باش نقول الفارق الوطني ما هوش موجود ولكن إن شاء الله يكون موجود في هذه الكأس الأفريقية اللي راهي جاية وفي كأس العالم الأخرى ولكن نتمنى أنا لحد الآن راني ما نقول لكش نسيتهم ولا إيش ما نشوف كان ينتبع في اللعبين تعنا لنهاية الموسم الكوراوي اللي كان جزائري بامتياز خاصة من ناحية المايسترو تعنا محرز حصوله على البطولة الرابعة أول لاعب أفريقي مع دروبة نعم منصفة مع دروبة وابن ناصر أول لاعب جزائري يتود نعم رك رشلي شوية الموضوع الآن سنتعمق ربما في اليد محرز لأنه قدم مستوى جيد خرافي هذا الميسم الآن بنسبة البكاري قصامة هل نحن نعم نعم نقوله قبل قبل أن نغلق هذا الميلا هل نحن المجانين الذين ربما ظلمنا هذا الحكم لأنه الآن المشاهدة ويشوف مثلا هدف إسلام سليماني الذي قلنا بأنه هدف صحيح وهدف غير صحيح تماما والمسهب يدو هناك بعض الأشياء التي كنا نتوقع أن تكون ربما فيها بعض اللبس ولكن في آخر المطاف المنتخب الكاميروني مثلا هدف الثاني في موقع التواصل الاجتماعي قال لك بأنه لعب كاميروني المسهب يدو هناك هناك أخطاء في المباراة ولكن الأخطاء هذه كنقارنوها بالأخطاء اللي صارت للمنتخب من قبل هي أخطاء واردة شوف يوسف يقول لك عندما تعطي بعض الناس أهمية زائدة أفهمني أخوي يوسف عن اللزوم يظن نفسه ملاك أحسن من كل واحد نحن أعطينا أهمية كبيرة لهذه الناس أفريقية والمغاربة منهم لقجة أعطينا لهم أهمية كبيرة وهم بشر عاديين الحكم هذا ما يدومش الحب الحب أنت تتهم لقجة بتواطع مع قصة عن طريق حديثك بأنه هو الذي ربما كان طرف في أقصاء المنتخب الوطني هذو الناس يحبوا أنفسهم وكي يقول لك نحبك الحب لا يدوم الحب لا يدوم نقول هالك أنا من هذا الباب ولكن الصداقة والوفاء ينعدموش يقعدو هذو الناس يحبوا أنفسهم هذو الناس يكسروا الكرة الأفريقية مهما كان الثامن بأياد داخلية وخارجية أنا أتوقن نقول لك أسامة ما زال ما خرج جواله وبالك من العشية ولا غدوة رح يكون جديد من الغدوة يكون جديد إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نعم ما نش نندي على أي مؤمن كيما كسرناه يتكسر ما يمشيش نعم أحد الإعلاميين المتواجدين خارج الجزائر نشرة بأنه يعني صهرة اليوم أو الاثنين سيكون هناك قرار إعادة المباراة والكثير منهم ورد مزار قد نشرة هذه التغريدة لكن إحنا الآن باستعمال العقل يعني عندنا عقل ربي سبحانه ورزقنا بعقل أنه يتواجد قصامة في قائمة المونديال وبعدين جنته بعد يومين تقول لي بأنه الجزائر أو مباراة الجزائر والكاميرون ستعاد فهذا غير قابل للتسليف ناس بكري ناس بكري يقول لك لي مد سلاحه يموت به وانت فهم إحنا أياده منا مدينا كلش وذو كان حوثوا منه صدق علينا لما يكون عندك رجال عنده يعني كما يقوله قوة في الخارج ولا في أفريقيا ولا حتى في أوروبا ولا في أمريكا تم ما تقدر تتكلم لما يكون اللعب حميدة والرشام حميدة وين رح توصل لأيسف ما عندك مين توصل هذا هو الباب حبوا يسدوا لنا قاع البيبان لما تتسجم الفيدرالية التعنا رح نهضره إن شاء الله نعم طيب طريق مسدود كما قال ناصر العام الآن جمال ألمان داعب سابق عنده خبرة وتجربة في أفريقيا يعلم جيدا ما يحدث من خفايا الخفايا نعم هي موجودة ولكن الآن عندما تظلم وتعرف بأنك مظلوم والعالم كله يجمع بأنك مظلوم وما تعرف تجيب حقك فهذه إيهانة لك وإيهانة لكل البلد أخرى بعد بسم الله والحمد لله وصلاة سامع وعصوا الله وعلى أهلهم وصحبهم والولا نحييكم مرة أخرى يوسف نحيي عمال ونلت أنوان الشيخ جامل أخويا ناصر مشاهدين ومشاهدات الكرام قلهم سلام الله عليكم شوف فيما يخص هذا المرس هذا القضية تعالفارق الوطني وقصامة إلى آخره إلى آخره نحنا ننتجنا من هذا درس درس مهم جدا وهذا درس هذا يجعلنا باش نراجع نفسنا بطريقة جدرية على بالك لاراسين هذا كل جدر لازم نعود ونشوفوا نفوسنا في التسيير في الرياضة في النظام في عدة أمور نحنا نرانا نرانا بعاد يا يوسف نرانا بعاد خلينا من جهة تاعة الحكام والرشوة خليك هضرنا عليها وهضرنا عليها في مخص قاساما نوالك القاساما هذه بصيفة عما تدخل تاعي برك في مخص قاساما قوت لك عليها نفهد المنبر هذا قوت لك قاساما يرح لكاس العالم نعم قوت لك يرح لكاس العالم وعطيت لك الأذلة اللي تلجعلهم بشي رح لكاس العالم ويالي قوت لك لله اللي هو مالوبيات وقاساما يفي باتي دو سيستام وقاساما سيتم بيون أمورتان سيتان إشيكي أمورتان هو عوضو في مجموعة عندو أهمية كبيرة إلى خيره إلى خيره إلى خيره دونك لحقنا لحقنا ولو واشقان ناصر نأيدو يعني القارة النهائي ما زال مخرش ما زال مخرش معليش نحنا كمحبين كجزايرين كمواطنين كعنا غيرين على الوطن داخره نقعدوا متفائلين ما عليش ما عليش نقعدوا متفائلين ولكن يعني الحاجة الأساسية فيما يخص هاد المسلسل بصفة يعني لو صح التعبير ديال المقابلة تاعل كامرون والقادية تعقاساما والقادية تعالى كاف والقادية تعالى فيفا يا جماعات الخير ننتوجه مباشرة للمسؤولين مسؤولين الكبار على مستوى الدولة ديالنا على رئيسهم رئيس الجمهورية باش دلوق لازم تكون يعني نظرة شاملة وكاملة من الجذور في الكورة الجزائرية في الرياضة بصيفة عامة ما شغل الكورة باسكن الرياضة راحت للوات نعم ومدام أنا هادروا أننا متخصين في كورة القادم أنا هادروا على كورة القادم لازم ينروا فونت ناشيونال سيريوز يعني حاجة يعني حاجة حاجة مليحة وحاجة يعني حقيقية وواقعية وواقعية باش نعود ونشوفوا للقادية يعني إصلاحات إلى آخره الريفون سبورتيب بهاد الريفون هادي اللي رحنا للسبلت للفينال ورحنا لكوب ديمان كاتر ويندو رحنا لكوب ديمان كاتر ويندسيس والحق لا دينا كاسي في نقائي في تسعين نعم 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 يا أستاذ جمال الشيء الواضح أنه البارحة وشاهدنا في البريمير ليغ والإبداع والإمتاع الكوراوي ليفر بول متوجة باللقب ثم بدقيقتين تعود السيتي ونعود بالكاميرا إلى الجزائر ثم نجد في الأدوار السفلة البيع والشراء المباريات في مزاد علني ونشاهد بأن كرة القدم لن تتطور تماما السؤال ما تروح هل توجد كرة قدم في الجزائر حتى نتحدث عنها يا يوسف يا بني أسمعني ملح أراك جاوبتني بسؤال دي قال بارك والله غيرك جاوبتني وحدك بلا باقي لما شعرتش ولكن أنا نقول لك بالله بارك الله وفيك أراك عطيتني الجواب لو كان لو كانت الخدمة الحقيقية وكانوا ريجان تعصح نفهم ملح بلا من قيشوا حتى وحد يا جماعة من قيشوا حتى وحد احتراما احتراما دينا لكم كامل افكتونوا نسبي حنا ما نهضروش على الناس نهضرو على المهنة لي يحكموها الناس بش نديروا بش نديروا الفراق هكذا ما كان شو اسم مكان والو كرة القادمة رحت الهوية سي نورمان يكون وش روصة يدرك البيع والشراء وانش واحد الفيديو اللي البارح في وسمه في مستغل مولا قريب قلت له ليجورتها وحد ليكيب نه ما حبوش اعطوهم الماتش فهمت وانو نعطيك واحد النقطة لو تسمحوا لي قلت هذا الوقت لما تشوف البارح ليفر بول لانشت تبعت مليح ليفر بول و سيتي ونا نجيك واحد نقطة اهمية تبعني مليحة احنا خسرنا مع الكاميرا باك على خسرنا قلت هلك مقبل في الاميسيون قبل الفيديو ما تقول هلك قلت لك لو كما تكونش إن كونسنتراتيون قوية تركيزة قلت هلك نه إن كونسنتراتيون قوية وعرشي هكذا البارح يا يوسف سيتي خاصلين تنين سيفر في خمس دقائق دوروا المشمار كونسنتراتيون وش يقولوا لهذه رفورس مومطال هادي القو هادي قولوا لها القوة الذهنية دي اللعبين وهذه اللعبين احترافيين يا يوسف وحنا كذلك لحداشتعنا اللي لعبوا في كونسنتراتيون احترافيين نعم خرجوا عن مباراة لماذا هنا كان القوة الذهنية وعندنا ما كانش القوة الذهنية سؤال مطلح سنعود الى مباراة مونسنتر سيتي وستاذ جمال وسنعود ايضا الى كل ربما ما تحدثنا من البريمير ليج والكالشي والايطالي وهم انجازات في حق الكرة الجزائرية قبل ان اختم موضوع قصمة وموضوع الجزائر والكاميرون الان رحيل عمارة عن بيت الفاف دليل على انه لا يوجد مستقبل يخص المنتخب في المونديار هذه اولا لانه بقاء في الاوينة الاخيرة انا شخصيا كقراءة فقط قلت بانه يوجد جديد يعني هذا الشخص يعمل باش تعادل المباراة او يوجد جديد من الفيفا حتى نروح للمونديار لكن الان عندما نرى كل هذه التغييرات الجدرية فهذا دليل على العمل المستقبلي البعيد وبالتالي لا يوجد اي جديد يخص مونديار لقطر ان شاء الله شوف دبقل من ندع المونديار دع قاطر نحضر على حاجة اساسية نولي خطوة للور باش نصوتي اكتر ولا نعاود هكذا كتايح ونحاود نصوتي على البالي بل ما نصوتيش خطوة ما نديرش انصو اكسيلون نعاود نطيح غير تم انا ما يهمنيش دوكا ديميشيون البرزيدان ديميشيون الاعضاد شوف دابور يطبقوا القوانين ما نقولوش يعاودوا يعطوا المصدقية الممبر دلاصمبلي جنرال شكون هما الممبر دلاصمبلي جنرال واحد اللي عمرو لعب فوتبال ممنوع يكون في الاسمبلية جنرال ممبرزي نوع ملياردار ما لعبت فوتبال ما تكونش في الاسمبلية جنرال يا لعبت يا تكون دار سكورت قدمة وما رجمت رياضي نعم تكون عندك علاقات في الميدان عطيك صحة اه الناس تحوس على المصداقية على الناس يعني شوفنا كاين ديروا عندهم أحكام قضائية عندهم أحكام قضائية عندهم سوابق عدلي كيف يقولون عندهم أحكام قضائية يا ناس يا ناس وراهم الهيئات باش يقولوا لا قف stop stop نحكي لك هاد اليومين لعبت بوتورة إسبانيا يكيبها تلعب الحبطة ولي كيبلي معها ما عندها ما تربح ما تلعب الحبطة ما تلعب على الحبطة ربحوهم وحبطوهم كي خلاص ما تحوي عنقو في ما تبكوش نحن شوفنا ماتش في تليفيزيون في الشرق أعطاها بالطالوني ما مركعش فاصة فاصة ما مركعش عاود رضها بالطالون باش يعاود يمركيها يعني نظر ما تكتبش الشاشة نعم كي تلحق تشوف هاد الامور هذي كان واحد مدرب ما نسيتش اسمه بس كباش ما ندخلش في مدالي لتعرشوا مكالمة هاتفية هذا كل مدرب اليوم هذا ما رحش يخدم لذلك يجب أن تتعرشوا المدرب اليوم نعم هذا ما نقول نعم باختصار يعني في الجزائر حاليا ناصر عامر في الجزائر نلعب رياضة أخرى غير رياضة كرة القدم إنما نقول أنه لا توجد أي رياضة في الجزائر والكرة المحلية دليل على أنه منتخبنا دائما ما يعتمد اللعبين المحترفين نعم وتستأنف المهازل إلا المهازل المهازل نشوف تلفزه في الآوينة الأخيرة البارح والاثنين هنا أحد السابقين يترشح باش يكون رئيس الفيدرالية قال لك بمدة تاعي اللتمة والخبرة اللي عندي راح نطور يا أخي قبل ما تشوف هذا شوف حادثة الطارف لما حرقت بيت مقر رابطة الجهوية رح جيبنا بالليل دليل أنت ماكش منتم في هذه القاضية واروح سي باش تترشح واش جيبت انت الكرة القدم باش تعاود تترشح المهزلة اللي هي موجودة الفوق موجودة في الفرق السفلة يعني حتى في الشرافي فريقين يتنافسوا كما اخد كرخوا يا جمال الانفايس منتيران او الاخر فريقين يتنافسوا على البطولة فازوا في اثنين قتلوا مقابلة مقابلة عدد النقاط عدد الاهداف زائي الثمنتاش زائي لازم الفريق الاخر يربح عشرين صيفر والله العظيم ما نزيد عليكم مربح تسعتاشن صيفر تسعتاشن صيفر واللي الأحق بالصعود ما طلحش ناصر ردي زماشيسا كان في افريقات مني واربعين صيفر يعني باش شوف شوف المهازي حولت الى مباراة كورة يد نعم وليس كورة قدم يا يوسف احنا رأنا البحث على رجل شبعان هدو ما شبعوش مدة عشرين سنة هما يكنوا فيها خلوا الناس شورفاء ما هو شعيب لما تخطيك يعني اذا الناس راهي تموت الناس راهي كده الناس راهي كده تمزل تعمر في جيوبك إنسان عمره ما يشبه نعم يوجود في البطولة الجزائرية يمنعوني حتى من الحديث عن هذه البطولة أو حتى البيت الفيدران لماذا يقاطعون الطريق في وجوه الشرافاء باش يكونوا التمى لماذا يقاطعون بتاريق هدو الناس راهي موجودين لأنه مستحيل أنه يخرج عليه هذا إنسان شريف مستحيل أنه يخرج عليه في العمل هذا شيء والله اللهم أمين أستاذ جمال تعليق خفيف حتى ننتقل من هذا الموضوع نعم تأكيد لوحد النقطة قلتها لك في الحصالي فتت قلت لك احتر مرحكي احترموك الناس قلتك صح حقنا نعم ريس بيكتو طوان تريس بيكتو حالين قلت لك لفيفا تحدية الدولية لكل القامل نعم تقدر أنت تقولك ما استعرش بيك ما استعرش بيك أنت غير قانوني غير شرعي غير كده هاي ساي تيكم في المي البالح رئيس الاتحادية يستقل يستقل بطريقة رسمية تبعني مليحون أنا يا حمو الشاهد الكريم تبعوني الله يخليكم لما أنت عندك قادية قادية وطن قادية الجزائر وما أدركها من الجزائر مليون ونص مليون شهيد لقادية هزة العالم وما زال ما زال ما زال القرار النهائي ما تطوش الاتحادية الدولية ما زال كيف هاش نتاعدتوا دميشون في هذه المحارات نحن نستطيع أن نقول لنا بأن الحرب لا تزال أنا شخصيا الاتحادية الجزائرية بالتصرفات ربما هذه وبالبيانات التي تنشر بعد أسبوع من مرسلة الفيفا يمكن أن أقول بأن الفيفا قد ربما أرسلت رسالة لإتحاد الجزائري ذكرت بأن المباراة رسميا لن توعد وعمارة قد استقال وهذا الشيء ما ينشره للشعب نعم عادي جمل أنهم كلوا حاجة جمل يعرفها إطعام الأفعى بالعسل ينسى السم اللي فيه لا ينساهش فهم يفهم الناس لا يتحوص على كما قال بالماضي تحوص على التدويجات والكؤوس والناس سووا تربية النفوس ماشي مربيين وقابضك وش رح يجيك هذا إلا يعمل إلا على مصلحته الشخصية واليوم البارح كان هنا تنحي عاودي ترشح يسمى دائما دائما نقعدوا هكذا الشرافاء برا الشريف اللي يخدم كين شرافاء في الفيدرالية أجم ما رزقر لي كل البيت الفيدرالي ما عندهمش يا يوسف شوف ما عندناش اتحادية شوف ما عندناش اتحادية ما كاش شوف الله منجم الناس لكلهم الداخل كل احترامات اللي يراهم الداخل ما ننجمش أن نقول لك بالليقاع فاسدين نعم والآن كين بالنيابة ويمكن يقول أنه لا توجد في حاجة ولكن هادو الناس الصلاح لو كان يتكلم يخرج كين الناس حابة تتكلموا خايفا يوجد قانون وتوجد حماية قانونية حتى لا نتعمق كثيرا في هذا الموضوع رسلة وصلت أستاذ ناصر أنا أطلب من سيادة الرئيس وكل ممثل على الكورة الجزائرية وعن رياض الجزائرية تدخل بسرعة واللجوء إلى المنازل البحث عن الناس هادولهم يحبوش يخدموك طيب أنا أخالفك في هذا الشيء أنا الذي يهمني الآن المنتخب الوطني الجزائري لأنه كرة القدم الجزائرية مش الاتحاد الجزائري فقط لأنه هذا الداء وهذا المرض قد انتشر من الفئات الصغرى إلى الفئات الكبرى دكرك تقول لي في القسم الوطني والأول والثاني ما فيش بيع وشيراء بالعكس أنا قلت لك بأنه المرض قد انتشر أنت وش حبي تقول لي أنا فأني 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 فأهمك لأنه راني شفت ما نقول لك شأنها فلان وفلتان ما نش بدهمش كين مباراة تتشلو بدرهم كيفاش هذه 19-0 باطل أنت أنت الآن تؤيد الفكرة التي ذكرتها الآن عندما نشوف مباراة 19-0 أنا من طمعش باش يتسجم ومش تسجم خرة القدم في الجزائر وكيفاش باش تسجم بتالي رئيس الاتحادية نعم رئيس الاتحادية المقبل شوف تروح تروح وتولي الاتحادية باش نكون واضحين أستاذ ناصر رئيس الاتحادية المقبل الشيء المطلوب منه أنه يعمل في نفس استراتيجية مثلا محمد راوراوي يجيبنا لاعبين من خارج الجزائر ويحبسونا كرة القدم الجزائرية أنا قلت لك عامين تأكورونا لتوقفت كرة القدم والله ما حسينا بفرق لأنه ولا شيء يفعل نعم ناصر شوف نقطة واحدة برك باش نجيبوا اللعابين من الأوروبا ونزيدوا نجيبوا بعض الأحيان نجيبوا الحكم من الأوروبا نجيبوا لبرزيدون الأوروبا هناك 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 نعم هناك بعض الأسماء التي درست في أوروبا الجزائرية يمكنها انتقض الاتحادية ما خلهم شي يخدموا يوسف كيما رأنا نجيبوا مدرب تونسي ومدرب فرنسي ومدرب بوسني ومدرب برازيلي وانا في مدربنا مقابلة نجيبوا حكم تونسي حكم مش عارف منين أنا مالا باش نقطعوا الشك بالياقين زيدوا نجيبوا مسؤولين نزيدوا نخرجوا من الجزائر ونترك الجزائر نعم 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 شوف روح للفرق شبانية الفئات شبانية في الجزائر الفئات شبانية شوف المدربين كين بالك خمسة أولي 6 فرق ليخلصوا المدربين تعال فئات شبانية واش يعطوا لهم ثلاثة ملايين إن شاء الله ربع المال شهر كين 4 أو 5 نعم الباقي الباقي تعال المدربين يخدموا باطل من خلصوش ديرها مهنة زيدة منهم منهم أنا كلاوني بزاف الفرق جمال ومسمح لي ومنهم فرق تعالناسيونال كلاوني في عرق منهم رغاية منهم أي فرق قبضوا جمال لحد الآن طيب نبقى ونبقى في النقطة اللي حتت لأخ والكوتش جمال أعراب تعالك يكون عندك مدرب يا سيدي مش مدرب فقط الشرطي عندما يقف كافي في الطريق ويبحث عن الرشوة دليل على أن الميزانية تعاله هذه كليك تمدها الشهرية تعاله ما تكفيش هذا ما مشي خلصه تماما وبتالي كي يبيع لك المباريات ولا يضمن لك هذا الشي هذه كنت تكون واضح يعني استراتيجية غلطة نعم يوسف المدرب ما يبيعش مباراة المدرب نتابع أنت أب عندك دراهم أنا ما نخلوش أنت تخلصني باش اللعب لكريدك ولدك ما عنده حتى علاقة مع كورك القادم نعم شفنا في العديد نحية ما شف العديد أنا صرات لي شخصيا أنا صرات لي شخصيا في في أحد الفرق في في أدول نعم دونك مادام مادام ما كاش هيئة تحرص على ميتاق شرف ما كاش هيئة تشرف تتصرف في ميتاق شرف نعم باش يطبق على قاعد الناس وحتى واحد ما يسلم منه وين لازم تتسلط عليه العقوبة نعم ما نخرجوش كين شوفوا حنا الوكاس او ديس سات او ديس ناف او فانت لا قاعد لعبين مغتاربين شوف دو كننا نهضر لك أنا من من واحد الباب البارحي عايت لي واحد في الفيسبوك قال لي لي جيب جوارت ربعة أو خمسة جيبوه من الفريق الفلاني باش مانديروشيشها فريق فلان باش يديس بيديو قالي برسكو ملاح دوك تقولي هاد الفارق يجيبلو من الطرف الدنيا حتى الطرف الدنيا اسم هاد الفارق وشاويكو هم يجيبولو احسن لعابين وره تكوين غيب أنا شوف نبش تكوين يبدأ من تكوين المحلي تكوين المحلي بلد يدار البيضاء عندها الكرامتها بلدية باب الود وما أدركها ما بلد باب الود عندها الكرامتها نروح للرغاية وما أدركها كم الرغاية عندها الله كرامتها نعم الأخ جمال يعني المشكل المشكل أعمق وأعمق بكثير نعم هناك مشكل تكوين هناك مشكل تسيير في كل الفئات وفي كل الأصناف ومشكل كفاءات ولكن المشكل غير موجودة أماما في الجزائر وهذه الحاجة التي تغيطنا أن المواهب موجودة أن تشوف مثلا طفل في الشارع يلعب في عمره خمس سنوات كأنه برازيلي أو نفس الموهبة الموجودة في البرازيل لكن التحطيم يكون موجودا أنا وش تحدث لي شخصيا صارت لي في العديد من الفرق ما عندي ش معرفة كنت صغير ندخل نسيين ديسبيتي ما يقبلوك يقول لك شكوين بعتك قبل ما تدخل ديسبيت موه نقول لك شكوين بعتك هذا دليل عن فساد الكرامي الموجود في كرة القدم الجزائرية الإصلاح لا يكون في الفئات الصغرى فقط لأن هناك فساد في الفئات الكبرى يجب برسكة يجب أن يمحى ربما أن يمحى الجميع وأن يكون هناك أسماء جديدة قلت لك لازم يجو أهل أسماء يقول لك أهل اختصاص كنت رح للفتوى تعدين يقول لك فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون نعم باختصار بالضبط بالضبط أستاذ ناصر إضافة صغيرة حتى نغلق هذا الميناء أنا مثل الله يقولي الحزب الواحد تعالوا راوة نعم الناس كلهم معاملين تموا راوة ما هو شمولي الأخناطي هالك منظرك يوسف لأنه عنده شخصية قوية بالمناسبة نشكر للأخت وفي قريشي في أهد راوة ماذا كان كي كان دي تيان وش كان يقدم المدربين نحنا كنا نقولوا بلك صعيب بلك ده شوف اليوم يلحقنا باش تدي أنك أفا تخلص عليها عشرين مليون كي كان راوة كنا نخلص وغير بالمليون 800 الف نعم وين صبحنا وكي كان يكون واحد كما راوة راح تتسقم عدة أمور لكن بالمعاناة بالمعاناة تعال الناس الصلاح بحال أخويا جمال بحال ما نشكره قدامي ولا نحبه ولا لا كل إنسان يهدر عليه فعله نعم اللجوء إلى الناس الحكمة ناس الرياضة كما قال أخويا جمال مثلك بالدين روح الناس الرياضة ما تروحش ناس لو كنت إم بريزيدون دو كلاب قابضني والله البالون ما يعرفش حالي يوزم ولا لو تيران اللي تلعب فيه شحال فيه ولا للواد يفوت بول ولا الرياضة صارت نعم الرياضة صارت أموال حتى ما حدث في قضية ريال مادريد والبي أش جي ومبابي والأمور الصغيرة لا لا يوسف هذا كل المتعة المتعة والأموال نعم المتعة ولكن الأموال الآن صارت تفعل كل شيء باش تصير الآن في الجزائر رئيس فارق يكون عندك أموال راح تقول لي رئيس فارق يوسف المتعة الأحلام التاعك تحققها لك الأموال في الجزائر أو خارج الجزائر باختي صار شوف هذه فعلا ولكن المتعة المتعة يصنعونها الرجال معطي كان لديان سي بكريت متعة وش مدراهم مدراهم كبار كانوا في ديان سي لندي مئتي ستين الف هاو خوية جمال يقول لك لكن كرة القدم ما كانش يمدوا لأهمية كبيرة بالمقارنة لا 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 كانت فيها أهمية كبيرة يا جمال لا 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 شوفها يوسف لم تكن هناك أهمية لأنه لم مثلا كان عندكم ممويل في ديان سي هنا كنا شركة شركة معلش معلش ولكن الناس الناس ما كانش تحضرها ما ديان سي هي ممويل رئيسي كانوا يخلصوا من البيجي تاع ديان سي من البيجي تخلص من البيجي سونا تراك ما هو شكيف شكيف ها سياربي تخلص من البيجي سونا كون كانت هنا ريفورم سبورتي مقملة وهدر عليها شيخ جامد نعم هذا يسموه دعم داخلين تحدثوا مثلا على الشركات كمثلا شركات الكهرومنزلية مايرحش يدفع لك باش يدير انبي بي سيتي يخي قلتوا هادي بكرية الآن حاليا انت بتغيرتنا أهل الذكرى اللي يقولوها لك هاو أخو يا جمال فضل من الأحسن شوف مادم جبتوا راديان سي سيبري راديان سي كانت مؤسسة احنا كنا عمال في المؤسسة نخلصوا في المؤسسة وعندنا البيجيات فانكسونمان اللي تسيروا الإدارة على مستوى احنا كانت عنا وحدة ما كانش عنا جمعية كي مالاخرين اس بي اسوشياشون سبورتي حنا كانت عنا الوحدة الرياضية لونيتي دو سبور دو پرفورمانس طيب من ناحية الإشهار من ناحية الإشهار أنا كنت مودير من الخمسة وثمانين حتى التسعين ثم بعد وليت مودير من خمسة وتسعين حتى سبعة وتسعين كانوا نجيوكم مؤسسات أنا كنت نجي مؤسسة كانوا يسبونسوري زيوني كانوا يسبونسوري زيوني كي كنا اللعبو لحقنا في كورة اليد رحناش خطرات البطولة الإفريقية وديناها خطرات سبور سبونسوري زيوني الإكيب بتاع الباسكت سبونسوري زيوني الإكيب بتاع البوكس الإكيب بتاع السيكليزم الفروسية إلى غيره كورة القادم شركة خاصة أم شركة تابع كانوا شركة وطنية وشركة خاصة لكن شركة خاصة كان نقلال ولكن أنا جي سيني دي كونفنشون دي سبونسوري مع هات الشركة كساسوا وطنية ولا خاصة وكانوا يمدونا المبلغ المالي ما في حتى مشكل ولكن لمقارنة مثلا المبلغ المالي أيام زمان مع هات المبلغ شيء ربما مختلف أدركت بالملاير يا يوسف باني مليح الله يحفظك أنا كي نهضر عبالك ريفيزيون تعيني الالوانتا أنا سمحوني يا الله بكل احتراماتي وكل طواضع 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 أبالك أنا ننظر تعيب عيدة كي نهضر كي نقول لك لازم تغيير تجري جدري في الرياضة بصفة عمو كورة أدوم صفة خاصة يعني اشتنرو فانداشونال أعلى باش كنشوف يا يوسف دوك السنين واسنين وحنا اقدار وحنا ما عاونوناش وحنا ما عنا شركة وطنية وحنا ضعاف وحنا ما عندنا شو اللعبين ماشي خاصة صد راهي هاد الهدد الغنية هادي راهي تضور مندو سينين عشرين سانة لما شوف لما تلحق الدرجة كي ما هادي وبصعنا تفاهمهم اللي احنا المشاهد الكريم تبعونا الله يخليكم نعم باختصار يستجابة باختصار باختصار لما الدولة الجزائرية تعطيك الملاير هل بقدرنا وحد الحاصيلة هكذا ها اه اه تقديرية نعم ألف مليار ها ألف مليار دينا ألف مليار الفرق الجزائري ألف مليار فرق الجزائري ما هو دونك الحاجة اللي مدام الدولة يتمد الضرهم عاودوا للإصلاح الرياضي وسلموا عليكم حديث قياس هذا ما كان ما كان ما قاس على الوحد أخر مدام قاعد تحوسوا على الشركات لازم الدولة تقرر عاود ردوا الإصلاح الرياضي كي ما كان طرحوا قاعد الشركات نبعتكم الشركات هكذا ما فيها ني 400 مليون ني 3008 مليون نيجوار 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 ما عافش يديرين باس يدي 300 مليون خلاص وهكذا ننجعوا في الرياضة بصفة عامة وفي كرة القادمة بصفة عامة نعم هذا كان ربما كرسالة وأيضا من ناحية أخرى الآن الدولة تدعمك هذا يبقى سيرفيس من الدولة يعني هذا ما وش واجب عليها أنها تدعمك حتى وإن كنت مولودية الجزائر والاتحاد العاصمة أنت كشركة مسيرة يجب عليك أن تبحث عن الممول يجب على الممول أن يتعاقد معك مش لازم أن الدولة الجزائرية تدعمك بالملاير لكي تبقى ربما على ربما هرم الفرق الجزائرية سياسة داخل شوية في الرياضة ونعلم جيدا كيف تذهب الأموال حتى ندخل في العديد من التفاصيل الجزائرية وحتى نعم حتى ندخل في العديد من التفاصيل المشاهدين نعم حتى حتى ندخل في التفاصيل ربما سيفيد الحصة أكثر مشاهدين يمكن القول أن وصلنا الآن لختام الجزء الأول من هذا العددنا التقي في الجزء الثاني سننخرج قلينا عن الجزائر وعن ربما المستوى الذي كان غائبا وسنتحدث عن المتعة الأوروبية عن رياض محرز عن بن ناصر وعن كل لعبنا المحترفين ومقدموا طيلة هذا الموسم فاصل قصير ونواصل معكم شاهدين لنعود إليكم في هذا الجزء الثاني من هذا العدد سنتحدث عن رياض محرز وإسماعيل بن ناصر ويوسف بليلي وكل الأسماء الجزائرية التي عادت إلى مستوها الحقيقي كورس جمال إسماعيل بن ناصر بطلا للكالشيو الإيطالي رياض محرز بطلا للبريمير ليك دعونا الآن نبدأ برياض محرز لأنه قدم مستوى جد خراطي إسماعيل بن ناصر للأسف شديد قد أصيب في الأسبوع الأخيرة قبل نهاية الموسم لكن رياض محرز هو هدف ناديه هو ربما نابر وان هذا الموسم أي قناة بأنه رياض محرز هو الراكيز الأساسية التي تصنع له الفارق والدليل ما يعانيه جاك ريليش ورحيم سلينك في نادي مونشستر سيتي شفنا البارحة مباراة دراماتيكية كنا نتمنى أنه رياض محرز يسجل ولكن للأسف الشديد لم تكن له نصيب ولم يكن له نصيب وقسمة في تلك المباراة والأهم في هذا الشي أنه قد توجدت منشستر سيتي أو قد توجد منشستر سيتي بطلاً للبريمير ليغ الآن محرز قد دخل التاريخ وهو الآن أول لاعب إفريقي من ناحية التتويتات مناصفة مع دي دي دروكبا أيضاً قد دخل التاريخ لأنه فاز بكل الألقاب مع نادي مونشستر سيتي مع داء الشامبيانز ليغ والتي ربما ستبقى في الأذهان وستبقى كحرم للعب الدولي الجزائري كيف تقيم مستوى رياض محرز هذا الموسم وهل ترى بأنه كان بالإمكان أن يقدم شيئاً أفضل من الذي قدمه؟ شوف الحاجة الأولى هني ومقبل من هنو مانشستر سيتي هنو محرز بهذا التويتج وانا نقول على حساب رأيي محرز كان قادر يكون أحصل لعب في الفرمير ليغ كان قادر كان حساسيات كالأخر ما ندخلوش على في الحساسيات وإنما محرز لاعب عنده وزن كبير في المانشستر سيتي طيب هل تتفق؟ وربما سؤال نبتعده شوية فعل مشاعر هل تتفق بأنه رياض محرز أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا النوز؟ أنا ونجم نقول باللي محرز أفضل لاعب في المانشستر سيتي هذا العام يعني بدون منازع شوفوا عدد الأهداف اللي سجلها عدد المريرات الحاسيما اللي سجلها كين قارنوه دارومو كان مقارنة بينو بين دوبرين عدد داق عدد الوقت اللي لعبه دوبرين والوقت اللي لعبه محرز كين فرق حوالي ميتين دقيقة لهم مية وخمسين دقيقة بينتهم نعم محرز مد أكثر تميرات حاسيما وأيضا أكثر أهداف عندو 24 هدف وسجل أكثر عدد الأهداف دوبرين عندو 19 هدف ورياض محرز عندو 24 هدف وفي الأهداف الحاسيما محرز سجل أكثر عدد من الأهداف الحاسيما من دوبرين يعني هذا اللي يوري هذا الاستاتيستيك يورو قيمة تعلعب والمرضود تعلعه في الفريق نشوفوا محرز نهار يلعب ديما بالجيه توفلو كي لعب ما كي لعب بالزافل واحد ضد واحد على أكثر واحد ضد ثنين دوك الأغلب اللاقطات تاع محرز يلعبوا واحد ضد ثلاثة أخف الأضرار واحد ضد ثنين دونك لهنا محرز كيت لعبه سبعين دقيقة بهذا المستوى العالي وديما تلاقي جري ثلاثة معه كما يقولوا في الفرنسي قولوا ستنجور ليزير بمعنى أنه حتى المدربين المنافسين لمنشستر سيتي قد أيقنوا بأنه رياض محرز ونبر ور في النادي نعم تعد الخطة تاع الخص مدروسة على أساس نقطة قوة منشستر سيتي اللي هو رياض محرز ورأي جاية نقطة قوية واحد ضخرة تاع منشستر سيتي بعد هولند لا لا مشي هولند بعد تأقلم تاع غريليج تأقلم مع طريقة اللعب تاع تاع السيتي في هذا المؤخرة أنا شفت الدور تاعه في هذا المقابلة الآخرين كان عنده دور لا يقل لا يقل أهمية عن عن محرز على أما ما بالك العم جايز كيس دي جي هالند دونك هذي كان نقطة اللي كانت خاصة منشستر سيتي مواجم لقد إقانت سيتي باللي نقطة نقص تاحا هو في قلب الهجوم في قلب الهجوم قواردو لا فهم باللي ما يقدرش العب المام سيستم كيما تعال بارسا دونك خطت المواجم الوهمية عطا عطا ثمارها ولكن في نفس الوقت عند العديد من السلبي البطولة الانجليزية تختلف اختلاف كبير على البطولة الاسبانية لدو كان هاريقا العمل جاين دون السيتي يلاعب بدون منازع المقبل العام المقبل وزيد نعود ونأكد الاستحقاق الاكبر ليحصل لاعب في البرمير ليج كان يستحقون محرز وما يستحقوا حتى واحد غير محرز نعم هذه لو شارك رياض محرز بانتظام هو أفضل لا في مونشستر سيتي أنا معك لكن في كل المنافسة لأنه في البرمير ليج لم يشارك كثيرا هذا الموسم مقارنة بلعبين آخرين لأنه قواردو لا كان يخليه دائما إلى مباريات الكبرى في الشامبيونز ليج أستاذ ناصر عامر رياض محرز هداف نادي مونشستر سيتي بطل قومي في مونشستر يمكن أن نقول بأنه اللي كنا حابينهم في العوام الماضية قد حدثة وفي بقواردو الله أعطى الفرصة الكاملة لليض محرز شوف الفارق اللي صنعوا الدبرين وكان أحسن لاعب في إنجليترا هي 432 دقيقة أكثر من محرز اللعب اللعب 432 زيادة لهذا السبب كان محرز اللي منصفوش كأحسن لاعب لهذا السبب ولكن لما تشوف الإحصائيات والأهداف وغيره بـ 24 هدف الفارق اللي كان خالق العادة أو الجزائري اللي يلحق الهد شي من ناحية الأهداف الجزائري اللي يجازو كل يعني نعم في أوروبا نعم نتكلم لك حتى في إنجليترا نعم محرز نحبول أن نكره أحسن لاعب في المنتخب وأحسن لاعب في المنشيستر سيدي دائما نقولها ونكررها محرز المردود التاعولين ما يلعب مع الفريق التاعنا عنده دائما لعبين ثلاثة وراءه يفتح الثغرات للغير وما يستغلوهم شي نعم هذه بالنسبة لرياض محرز طيب نروح لفك ورديولا قليلا وما حدث له هذا الموسم من إخفاق مع ندي ريال مادريد وإقصاء من دور نفس نهائي لشامبيونز لك لكن الباريحة قدم لنا درسا تكتيكيا لأنك تكون خاصة بثنين سيفر وبعدين تود في النتيجة أي نعم ويتحمل نوائم المسؤولية لأنه لأنه لم يقحم زيتشينكو ولأنه ربما لم يقحم زيتشينكو وكانصله في بداية المباراة الأطراف هو دائما ما يريد أن يقحم اللاعب في غير منصبه الأصلي فرناندين يؤثر كثيرا على مونشستر سيتي الباريحة لكن يا أستاذ ناصر هل تستفق بأنه في بقوارديولا بهذا الآداء وبهذا النادي الكبير هو أفضل مدرب في العالم حاليا نشوف حتى الفيلسوف يخطأ ويوصيد نعم البرح أصاب من قبل أخطأ حتى مع ريال مادريد أخطأ البرح أصاب ولماذا أصاب بخروج محرز بعث نفس جديد اللعبين اللي دخلوا كانت تمرير الحاسمة من سترليل لكن لو بقي محرز ودخل أخوان دوغان لكانت نفس النتيجة لا لا شوف اللاعب اللي حدث الفارق الباريحة هو كواندوغان شوف هذا هو الكوتشينغ هذا هو الكوتشينغ لما تدخل اللاعب يجيب لك نعم شوف على وجهه كانت عليه حسرة بتفاؤل كان قادر فيه الظرف تح 5 دقائق يمركي لك 3 وكان ذلك فيه الظرف تح 12 دقيقة ولا شعب نعم أنا أظن الآن جاوبني بصراحة هل تتفق على أنه أفضل مدرب في العالم حاليا تبقى دي الله والله كي أنه هو والليفرفول ما نقدرش نقول لك هذا أحسن من هذا حتى أنشيلوتي العمل يلعمه لا 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 تقدر تقول لي أنا كنشوف الفلسفة الموجودة في مونسيستر سيتي تقدر تفرق الآن كلوب عنده سياسة واضحة أنه يتمد العطراف يتمد مثلا في بعض موباليت على جمهة مرتدة لا شوف ما نضرب على كما يقولوا أجانب بالنسبة لي نحكمه على الكرة أنشيلوتي كلوب بشي جي أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم بالنسبة لي أفضل مدرب في العالم بالفريق المتواضع لي عنده وديه فريق السنة هاي فريق متواضع يا أستاذ ناصر فريق متواضع كلهم ديجا نتيجة الأخ كلهم أسمع كبيرة تحدثي على فولفيردي وكازميرو في وسط الميدان ومدريش تقول لي فريق متواضع لا يوسف هذوك هذوك مع تقدم في السن ما كان اللي كان يقول بالشبان هذو راح يجيبوا نتيجة المباراة على يالماديد شكون جابها كامافينغا نعم دخول كامافينغا خرجوا تلت لعابين مخضرمين دخلوا ديجان نعم عليش قلت لك شوف هاو دور المدرب هاي المسئولية هاو الكوتشينغ لما ديه التغيير تجيب به النتيجة نعم بالنسبة إليكم كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب أنشيلوتي كلوب بشي جي نعم أستاذ جمال ألمان نبقى في رياض محرز قبل أن ننتقل للمدربين رياض محرز هذا الموسم قدم ما عليه وأكثر هذا تتفق على أنه أفضل لعب في مونشستر سيتي بعيدا على المشاعر يعني أنا شخصيا مثلا نقول بأنه ديبراين هو أفضل لعب في مونشستر سيتي بعدين يجي رياض محرز شوف يوسف أنا محرز هدرت لك عليها عنده مدة قلت لك بالنسبة للمحرز في الريوق التاعو أحصل لعام في العالم في الريوق ديالو مشانا نقوله نعم الإحصائيات يريد تهدر الإقصاصيين يعني نعم عندهم مستوى عالي عندما نشوفوا ريال مدريد ما تعقدوش مع مباطيو أستاذ جامل نعم لكن الأول في اللائح الذي يريدون أن يتعقدوا معه بعد كيليان مباطي هو الرياض محرز شوف محرز نحكموا لكاليتيان ترانساكت كل أبوش عنده الخصوصيات تتعو في كل ش الإمكانية خاصة نعم 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 know الليكاليتيان ترانساكت لا نعم نعم محرز في الريوق التعوش هذا الموسم في في سيتي ما لعبش على المقابلات دوبرين كما قال لك خويا ناصر لعب كتر من دو نا صحيح لما تشوف انت محرز ما يديروش في القائمة تاع راسيليكشن تاع المير جوة اللي خرجوا منه المير جوة في انجليطرا هتشغل معقول سؤال متروح لا هو معقول لانه لم يمشارك كثيرا في البرميالي لا 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 انا اروح لك بنا لفيزون تاعي بعيدة لنعود نأكد لك اللي فيزون تاعي بعيدة محرز من المستحيل وغير مقبول ما يكونش في القائمة تعليدي جوة اللي خرجوا منهم للمير جوة اللاني في الانجليس ما كانش محرز هادي السؤال متروح والفاهم يفهم ما ندخلش في الديطايل لا الان خلينا ندخله في تفاصيل لماذا مثلا نعطينا اسباب عطينا اسباب لتخليهم ما يختاروا شرياض محرز في العشرة الافضل في فرمه سياسية يعني بلس نيمو اهوه دمع الله نفسرها بشقر وانش باب سياسي كلا ناتي بلسي اسبب سياسي في انجلد رايو استاد جمال ما عندهم حتى سبب سياسي بش يخلو رياض محرز بعيدة نادي اللائح طيب لو كانت هناك اسبب سياسية لماذا لماذا اعطوا له جائزة افضل لاعب مقارنة الاختلاف نعمة يعني لحملوا عالم فلسطين لا لا لو زجع عالم الجزاء اضرق البارع لا سياسي اغاني يقول لك اني يقول لك اني يقول لك كلام صواب كمل يشوف يا يوسف نشوفه نشوفه بعيد ما نشوفهش هنا برش نشوفه بعيد بعيد ما تقول لي انجليطرا ايه في انجليطرا حبيت نقول لك لا 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 حبيت نقول لك هناك سياسة اي نعم ولكن لو بلغ ذلك المستهوى صدقني من سبع المستحيلات انه يستبعده لماذا لانه ما عندهمش سبب سبب واضح الان عندما محرز يلعب ويسجل ويعني ارقامه تكون هي في الطوف دار 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 موسم في القمة يا استاد جامال موسم في القمة انا معك لكن في البريمير ليج لم يكن يشارك كان كان في الاسبوع كان مباراة تع شامبيونز ليج بعدها مباراة تع بريمير ليج ايه غورديولا في مباراة لبريمير ليج ما يدخلوش يلعب باش يلعبت كاساسي في مباراة شامبيونز ليج هذه اللي طيلة شهرين وبالتالي لم يشارك كثيرا نعم انت على حسابك كيك وارديولا ما يدخلوش بسما محرز ما كاشف ما كاشف هم يشوفوا الارقام لا 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 هو كان في الاسبوع متاعو بس صح الان كي راحوا للشامبيونز ليج رو ثاني افضل لعب بعد كارين بنزيمة لماذا لانه كان يشارك دائما ومن سابع المستحيلات انه منحو والارقام معه يا يوسف المشاركة هو اختيار ديال المدرب يا يوسف انتفهم ممليح والارقام هي التي توصفك هو اختيار تاع المدرب ان فانكشون تاع المقابلات اللي راح يجريها عند كينا حاجة اهمية لينأكدوا عليها لانه محرز لعب قاع لقرون ماتش لقرون ماتش كامل محرز لعبهم هاكدا مدالي له احد مدالي لانه مع غورده لانكشون بتاع المدالي لانكشون ماتش كامل ماتش كامل وانكش شامل ماتش كامل مش كيف كيف بعد اننا نحسبه حالي لون نحسبه لانكشون مهاiramى لانكشون في لوتلان الجودة اون نقشونو في المرضود نقشونو في في بزاف امور لا اخي لها لا يحسبوا هاكدا بسا جهب نعم همه يحسبوا هاكدا نقول انها من أحبا،، هي أقربية Upper. الأشخالات. التفاعلون والمعتنى Back är المشارب والتعجير. أقولпа التفاهمة sorta ما هذا. وهناك هي الهساعة من الناس هل نعتقد أن نقش أم 시작؟ لو فهمت أنه فهمت فهمت أنه فهمت فهمت يقولين نقشنار فهمت هل يقولون أنه يفهمت أنه الإنسان عندما يكون مثير من التعاصل يكون الهيئين بشكل أساسيه لا يحب بالمدير لكن لا يمكن أن يتسهل منه لكنه يكون الأساسي وكي. وفهم يفهم. لكن في نفس الوقت نعم في نفس الوقت رحولي سؤال لماذا لا تقحم قريبه ولماذا قالهم محرز وفوضان يقدموا مستوى خرافي. يعني كان بعض الأشياء مردش يتهرب منها ما نقولوش بأنه هو شخصيا احنا وشاهدنا في مسيرة رياض محرس كورديولا ليس من المحبين لرياض محرس كورديولا لو دعم محرس كما ويدعم في ستر لينك حاليا عندما يكون غايب عن المستوى لبلغ العالمية نعم لكن في نفس الوقت نحب نشر إلى نقطة نعم استسمحك أستاذ ناصر في البريمير ليك الآن عندك دقائق لعب وعندك أرقام إذا بلغت ربما الطوب تان يعني إذا عندك مثلا 14 هدف أو ربما تجاوزت عشر أهداف ودخلت في الطوب تان تدخل في أفضل عشر لعبين مثلا صنغ مثلا العديد من الأسماء لكن إذا لم تكن تشارك وتكون تجيد في الفرم يالك ما يدخلوك نعم كالعابين اللي شاركوا غال مقابلات في السيتي ما شيم كلاسيين بصع مدر ما سجلوش ما قدموش مستوى شوف شوف لا بارتسيباشي ما شير كريتر دوريفيرانس ما شير كريتر دوريفيرانس صح الرندمان الإفكاسيتي ما يكونوش كي ما تكونش الparticipation ما تكونوش المشاركة هذا وش حبيت نشير لك شوف شوف سمعلي كيف تحسب الكويفيشيان الكويفيشيان الإفكاسيتي سي لطن لا 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 هاد العملية هاد العملية يقوم بها أنت ولكن في المواقع المختصة تكي تكون لعب احتياطي نعم هم بالنسبة إليهم لعب احتياطة ليازم حرس في البرميار ليك الإنجليترا نعم ليش الصحافة العالمية تتكلم على محرز وعليش غوارديولا لما يلعب كل الكوؤوس الأوروبية محرز موجود بانتظام نعم خوفا من الرد العالمي كيفاش انت يعمل مبارا من أحسن المبارايات اللي يعملها محرز كونتر ريال مادريد بعد يجي لعب شمبيونات وما يلعبوش تلت مبارايات متهل التالية تخلك احتياطي ثلاث مبارايات سيتين سونكسيون سيتين سونكسيون شوف لما قال لك شوف يسأل أهل الحينكا لما قال لك جمال يجي النهار اللي يتعرض حتى المدرب عنده شوشوتاو عنده اللي يحبوه عنده اللي يكداو اللي يعنقوه اللي ما عنقوش كل واحد وطريقة العمل دياله يقول لك نحملها في أنجليترا هو اللي كانش اللي درني ماتشاد ومحرز ما كانش في له طوب دي طوب من العمل تعقواردي والله من بعد الغيال والدليل أنه ضياء ضربة جزاء كانت حاسي ما بسي تثويجنادي هنا شوف ضياء بسه والله غير معادي نعم وبعد يقول لك مشجعين وحبر التواصل المشتاعي وستاء ومن محرز والله على هم غالقين روح شوف ميسي ميسي أحسن لعافل عام شحام درج من جزادي يعني خصائص دياله طيب اللي يتوجه خلينا خلنا خردوا شوية مدربة نعم شكور ديولا عيطو ورفدي ديه مع دوبرين ونقول هذي دفع جاوبني عمر جمتو هذي عمر هاما تسرط عمر هاما تسرط وعمر هاما راح تسرط محرز محرز العالم قاع يشوف كلاه هاقدر قريب قريب خبط له وجهه هذك هذك تع تع مع الرياض مدريد اللي مدفع اللي مدفع اللي مدفع اللي مدفع خرجت شوف ما يشعر حبي حبي خرج مرحمة ربي شوف سياسة كما يقول زمان فصل لك بشاق قوارديولا حديد قياس فهم يفهم ما يحب ما يحب ما يحب المغربين الافريقيين إحدا واحد هذنا جابو بصابي شوف هذي جابو بصابي اسمح لي اخويا جمال بركة انت يادك رحم مولديك كما قال لك اخويا جمال والله العظيم لو لا صحافة العالمية العالمية ربما محرز يطلقوا في أقرب وقت محرز ما وش رايح مسيتي طيب طيب حتى نغلقوا موضوع الرياض محرز مخارن على المقطع نعم نعم من ذوضة العالمية سأعود إليك بستجمال نقطع وحدة برك شوف ما نننسوش حاجة حاجة مهمة بزاف محرز كي جل سيتي جابي ثوب باطل انجليطرا يعني اسم محرز هو الذي سخر له كل أمور نعم نعم مجاش كاسم محرز جا كباطل انجليطرا نعم طيب نولي النقطة اللي تحدث عليها أستاذ جمال وقال لك بأن غورديولا يرفع يده يرفع صوت على اليد محرز اليد محرز شخصياته والدليل أكبر أنه في خمس سنة واتلق بطاقة صفر وحدة رياض محرز شخصيته لنقول ضعيفة حتى لا نتهجم على اللاعب ولكن نعم ولكن ليس من النوع الذي يجعل المدرب يفكر مرتين قبل أن يتحدث مع غورديولا عندما يرفع صوته يعلم جيدا بأنه رياض محرز لن يرد عليه أو لن يرد له صاع صاعين تخيلوا معي لو كان أغويرو أو سترلينغ ورفع صوته عليه ربما ستكون هناك فضيحة في الملعب وأمام الجمهور لكن رياض محرز متخلق ومحترف إلى أبعد درجة ولكن بالناحية السلبية لأنه في بعض الأحيان يجب أن تدافع على نفسك ويجب أن تضبط ربما لا 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 نعم نعم رياض محرز رياض محرز وأتحمل مسئولية ما أقول الدليل أكبر أنه لا يتحدث أنه لا يتحدث تماما مع الحكم أنا نقول لك غالط وشيخ جيمال يرجع لك لا 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 شامي وش هلك تقول لك سيفو لا غير سيفو يعطونا الصحيح صحيح الصحيح تحملنا نقول لك بالعامية بالعامية بالإنجليزية الفرنسية لأن المشاهد يفهمها فقط قبائل يكي ما تحب المهم المشاهد يفهم المشاهد يفهم غوارديولا سنقول كلمة التي يبقى لك تفاجأكم كامل غوارديولا حقار يحقر بالضبط هذا وش قلتنا حقار عاقل ما حرز عاقل ما كانش يرجع لبابها لهذا والمدرب كأب وطاح معامن طاح تبعني معامن طاح معامن طاح طاح مع طفل مربي طارب مربي خالوق عنده قاعد وصائف تاع 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 البرسوناليتي اون المم هاقدر مي لما انت لما انت تدير فراق تدير فراق وعندك عندك لعابين بارابور لعابين واحد اخرين هذا غير مقبول من طارف من كما قال أخويا ناصر من طارف واحد يعترب نعتبره باللي هو الأب روحي تاع العائلة نعم هادي لا لا هادي لا لا سورته سورته تكون في المستوى العالي طيب تكون مستوى العالي الآن الجواب تأخر واضح قبل أن أطرح سوء لكن هل تتفق على أنه أفضل المدرب بالتأكيد لا بالنسبة بالنسبة لتصريحاتكم الآن لا أقول لكم على حاجة تكون أفضل مدرب في العالم يجب أن ترون في الوصائف يكونوا فيك هو عنده ما عنده هو الوصائف كامل ناقص ناقص وانا سي بورسان أيد ناصر اللي نقول واحد كما تشيروتي شتون تشيروتي الوصائف واناقص يجب أن تتطلب وقت سمحنا المشاهدين لأنك تتطلب وقت وليس لدي الوقت يجب أن تكون تتطلب لديك شخصية يجب أن يكون لديك الشخصية الهيئة يجب أن يكون لديك الاحترام كيف كما 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 تشيروتي كما نعطي مثال مورينو ناقص مورينو ناقص مورينو لديك نشوف نقول هذا مهرج ما نشوف مهرج لا لديك شخصية الحقيقية المدرب يقف كما أنتشيروتي تعيط وليس لديه على الأب وليس لديه لا أعرف يدي هالوات شامي هذا هو المدرب المدرب الذي يتوفر فيه الوصائف يتوفر فيه أنا 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 هذا بنسبة إليك هذا هو ترتيب بالنسبة لست جمال أولمان الآن لم أسمع رأيي الكوتش جمال نعم في غرفة تغيير الملابس عندما نعم عندما استلقى على الأرضية نعم كالبحر لا لا هو غورديو الله هو بدأت لي كان يدير هذا لا يسعر في غورديو الله وتحمل مسؤولية ما أقول نعم المواقع الجزائرية تبحث عن شغرة فقط باش باش تكون أحسن مدر في العالم هاد هاد الكريتير كما يقولو ضرفيا ممكن هاد العام ديت شمبيونات ديت لكوب هاد العام شكون أفضل مدر في العالم باش نغلقوا الموضوع يو سيد جمال الوقت الوقت ويد همنا الوقت ويد همنا شوف هذا ضرفيا ديت شمبيونات للأخول الهدفاع حسن هجوم باش كنت عندك أحسن مدافعين أحسن مهاجمين أحسن ميليوتران أحسن غارديان دونك سي نورمال كت تريكوتي ماكسي مم دو باش تكون فلا فاسا تعل المير بالنسبة لكل ما ذكرتمو لعابين راحوا جا مدرب جديد عاود تكون الفارق جديد كلاس الدوزيان في شامبينات ألمانيا أفضل مدرب في العالم لا يحتل مركز ثاني في ألمانيا ما شوفوش عنده لعابين شبان عنده لعابين شبان لعابين أحسن لعابين غادرو انتقر هالند انتقر ببزاف دونك شوف اللعاب المدرب اللي عنده قدرة باش ينمي فارق من أشياء بسيطة والمدرب اللي عنده كلش ويحصد كلش ما نقولوش نيتاج تاعه وحده هذا سيبارتاجي أنا بالنسبالي كنحط غورديو نحطه في المرتبة الثالثة كنحسبوه شوفوا الاندية من هو المركز الأول تحضر ثمون لا 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 نحضر للأخر بيانسور سيكون معهم سيون ونحط تاع دورتموند قبل مدرب تاع غورديولا نعم يعني غورديولا في المركز الرابع هذي كانت بالنسبة للأفضل مدرب في العالم نروح لإيطاليا وإلى إسماعيل بن ناصر وتتوجه بلقب سكوديتو إسماعيل بن ناصر أول جزائر يتوج بلقب سكوديتو طبعا هو إنجاز تاريخي بنسبة لنجم الخضور إسماعيل بن ناصر من ناحية أولى أيضا للأسف شديد بن ناصر هذا الموسم ما عنده زرف حاجة وأنه طونالي وهو معشوق الجماهير الإيطالية قد باروز أيضا في ذلك المنصب وهذا دليل على أنه ستكون هناك منافسة شديدة على هذا المركز في الموسم المقبل وأيضا الميلان فعلى تتوجه بأسكوديتو ستكون هناك استقدامات ومكانة إسماعيل بن ناصر بعد الإصابة بين قوسين ستكون غير رسمية والمشكلة الأصعب أنه الميلان يريد استقدام لعبين كبار بالدليل أنه حتى رياض محر يسحبه يجيبه بخمسين مليون يور الميلان عندما الآن تفوز لك بلاقب سكوديتو حتى المموين ستقدموا أموال والميلان اللي كانت أيام زمان بأسماء بين قوسين بيولي قد توجه بأسماء صغيرة نوعا ما الآن سيستخدمون لعبين كبار طبع نظن أنه يكون أساسي ولو كان يعرف يغادر ربع حتى ويغادر لا يغادرش لأي فريق جمال بالناصر عنده عروض من فرق ذات وزن في البطولة تتعبل دانها نعم جمال بالناصر يبقى لي عنصر كبير في الميلان نعم ناصر عامر باللوفة وقتها كانت عنده جنسية رياضية فرنسية يعني هذا اللعب الدولي الجزائري وبدأ اللعب مع الجزائر في سنة 2004 فقط وتوي جمع الميلان قبل أن يختار الجزائر وبالتالي يمكن احسابه كلاعب كلاعب نعم كلاعب فرنسي بنزيمة جزائر لكنه لعب مع الجزائر لا اختار الجزائر سنة 2004 نعم ولكن لعب مع المتخب الفرنسي باللوفة ولكن نعم اختار الجزائر سنة 2004 ولكن مع المتخب فرنسا لا يمكن شوف الاختيار كجزائر يعني اسماعيل بن ناصر هو الوحيد الجزائر كنا جزائريين دا فرقة بين عربي وعجميع إلا بالتقوى بن ناصر باش يعرف المنشاهد الكريم محبش يعاودي جدد الكونترا ديالو اشتباه بور انسالير بور كما قال لك عنده هو تاني خصوصياتي طلبهم ما رفعوش ما رفعوش الراتب ايضا ما رفعوش راتب ناحية عنده كما يقول كيلعابين كيلعابين احتياطيين وفي الفئة الصغرام يخلصوا بالناصر حتى وليح في الميلون إنسان اللي يخدم إنسان تخي سيريور إيمان بالله الصلاة والصوم هاد الحواج رح يعاونوه شبنا احتفالات البريحة بالخمر إسماعيل بن ناصر قد حاول تفادي ناحية تفادي يعني كل جل جزائرين في هذا الحواج الحمد لله كما يقول أصلك أصلك بن ناصر رح يزيد في الإمكانية دياله حتى ولك عنده واحد قدام ورا يلعب معه يعني 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 برانكيسي وطونيلي يعني طونيلي اللي يظهر بوجه كبير ناحية إنسان يكون صريح ولكن بن ناصر اللي كان لعب وراية كما طونيلي ربما رح يكون أحسن نعم الإصابة قد أثرت علينا الإصابة لك ما يبراش مليح عاود يمشي وحتى هم يعني ما عندهم مش هدي لازم تلعب لي اليوم وتري هغدوة يعني أظن بن ناصر العام الجرح يكون مردود أحسن إذا قعد في الميلان نعم وعنده عدة عروض نعم الشيء الجميل قبل إسماعيل بن ناصر وقبل أنه يكون جزائري توجه بسكوديتو الشيء المفرح أنه الميلان قد عاد الميلان الكبير قد عاد كرة القدم قد عادت لأنه كنا نشوفه في الآوين الأخرة بعض الفرق نعم اليو في تتوج بلقب سكوديتو لست سنوات متتالية الأموال قد صنعت كل شيء الآن بعد الكورونا تغيرت المأمورية زلاطاني براهموفيتش قال بأنه سأود إلى الميلان وستتوج بلقب سكوديتو وبالفعل عدد الميلان هو كان في المدرجة ولكن عنده دور في غرف تغيير الملابس وتوجت الميلان بلقب سكوديتو من سنة 2011 وكينا نقول عشر سنين ميلان كان كيف عندما كان روبينيو وبراهموفيتش أسماء كبيرة نعم أباطي هناك أسماء ستان ستان جران كلاب ميلان ستان جران كلاب إلى آخر إذا تتويت شتاعوا مجي مقول كوالو ما عندهم شن جران ديكيب هنا شمي لعب ناصر ولكن عندهم مدرب عندهم مدرب 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 في قيمة ولكن سل بلان كمبوزان افكتف لداو الشمبيونة سي با دي جوال ممليحة هنا تشوف لرول دي لانترين با رابط لإنتر با رابط لأ يو في فمت اللي كانوا هما براتي ما دي جاء با هي حاجة مليحة سي تول بناصر هو دي أنا على كل حال تتويت أول تتويت الجزائري في شمبيونة إيطاليا وابا يلي أسف كان عنده إصابات انكورت سيزان اللي أثرت عليه أثرت عليه بزاف وأنا نظن من الأحسن يغادر ميلاد باشكو ميلاد ميلاد باشي يدعو شمبيونة للأسر نعم راح يجيبو للمير جوار وبالناصر ما يديروش قعف ما يديروش في الشيكية تاحه ما يقول لها لقدرك دونك من الأحسن ولا عنده دي كونتاك يروح يروح وين يقدر يزيد يتطور ويقدر يزيد يبروغرسي نعم هذا هو حتى بناصر كان عنده اتصالات من كبرى الفرق الأوروبية قبل موسم نعم قبل موسم حتى ريال ماضي قد وضعته في قائمة متوسطة الميدان قبل أن تتعاقد مع كاموفينغا والعديد من المؤهب الشاب يعني عنده إمكانية كبرى يروح هادي نعطيك رسمي يروح ما يقعد ولا قعد ما يظلم غير نفسه أنا نقول هلك نعم وحتى لازم أن نشاهد أنه ربما حتى الميلان هي من ناحية الهجومية عندهم اليوم فقط حتى جير كبير في السن والباقي كبير في السن وبالتالي ربما تعاقدات الميلان الآن لعب وبش جيب لعب متوسط خمسين حوالي مئتين مليون يورو مئتين مليون يورو يجب لك فقط مهاجمين يجيبوا الجوال من حرس المرمال للمهاجم يجبوا ويبيعوا. لا يجباش يديرو الإكيليب لازم يسيرون على الدعاب اللي ما زال مسوه كنترات. ربما. بالنصر يلي أنفنت كنترات. ربما ما زالو عقيدا. ما زالو عام. ما زالو عام. ربما. ربما يقدروا ينغوشي. بالنصر كيم حبوش يديرو الريفزيون د. 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 صالر في كنتراتيو. ربما راح يكون فلا لس د. ترانسفير وين يعودو يدخلو. عبد النصر ما شيرح بمبلغ صغير. بالنصر لا يقل لا يقل على ستين مليون نيرو وخمسين مليون. ستانين انترنسونا. عنده. لا 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 كإشارة هو أغلى لاعب جزائري حاليا. أو غالي الرياض محافظة. دونك دونك باش يعودو. يدخلوا أموال باش يعودو يشيروا. باش باش يشيروا لعابين. واش يسحقوا عندهم لعابين كبار. ما فمن هم فلاطاك عندهم لعابين كبار. يسحقوا لعابين صغار وعندهم قدرات هجومية تكون كبيرة. نعم. ما دمسنش باش يلعبوا تشمبيون صليك العام الجاي. نعم لعبوا هذا الموسم أيضا تشمبيون صليك حتى يعرف المشاهد الكارين. راح يلعبوا بنيات باش يفوزوا بها. هذا شيء واحد أخرى. نعم بالطبع الآن إسماعيل بن ناصر توي جابي لقب سكوديتو. رياض محرس أيضا شيء آخر مفرح لمحبي الكرة الجزائرية أن يوسف بليلي تأقلم مئة بالمئة مع نادي براست يقدم مستوى خرافي سجل هدفا أمام نادي بوردو. حتى الجماهير ربما في الاستفتاء والنادي قد اختاره كأفضل لعب شهر ماي في نادي براست يوسف بليلي تأقلم أخيرا في دور الفرنسي. شوف بليلي كيلعب في الدور القطاري والدور القطاري ليس بالدور الفرنسي في كل مستويات المكانيات البادنية تقنية تكتيكية. نعم المناخية يعني كما يقول لك ليل ونهار ما كاش مقارنة كان من المنتظر باش يجوز بفترة تكون صعبة. نعم صعبة لهنا وينتبان قوة القوة الدهنية على اللعاب اللي قادر يفرض روح لي عنده قوة دهنية قادر يتجاوز صعب ويفرض روح. طيب هل تفضل البقاء يوسف بليلي في الموسم المغفر في نادي براست. شوف ولكن عندو اتصال من فريق أحسن من الأفضل يروح. لكن هناك مرحلة تأقلم أنا شوف كيت أقلم مع براست يبقى في براست خير. شوف لا لا شوف براست وش هيتلعب وش منش حان مرة بكلاسات. سلكوم الحبطة. سلكوم الحبطة. شوف بن فريق يسلك من نزول. وفريق يلعب عل مراكز شرفية وفريق واحد دخو يلعب عل مراكز الأولى المستوى المستوى الجماعي. نعم هو كما شكور بالعربية يقول إنه يَلوي كي برو بوس لجوار. هو اللي يطور لك. هو اللي يقول لك. نعم الآن عندو اتصالات من نادي لي. عندو اتصالات من نادي ناس من الأفضل. من الأفضل يروح ليلو للنس. من الأفضل براسكو الفريق ناس. من في اللوجيستيك خير من البراس يروح للفريق لخوثين في اللوجيستيك خير من البراس كاليبوش الپوتانسيال داعلي جوار تعلعبين تعليل وتعانيس خير متاع براس قد ما يكون المنافسة داخل داخل فريق كبيرة قد ما يطور كبير قد ما الامكانية الفرضية تعلعب التقنيين راح تكون أفضل نعم هذا شيء واضح نعم أستاذ ناصر أعطينا رأيك حول يوسف بليل وما يقضمه منادي برس شوف يوسف يوسف ما هتكلموا على يوسف يوسف صيفري فرع مربي من حالة فراغ هذي كما هيش مرحلة فراغ باش تتأقلم تأقلم هذاك لأنه حتى التدريبات ما هيش نفسها كما في قاطر ما تقول لش نعم ناحية البدنية وكتغيير كبير حتى المدربين اللي موجودين هناك سواء حتى في المناخ حتى في المجموعة للمدربين اللي تعمل في قاطر ولتعمل في فرنسا ما هيش كيف كيف نعم تخدم بالسيفة عليك باش تأقلم جاتوا صعيبة ولكن أظن لو كان يبدل الفريق العام مقبل رح يكون له أسهل من ناحية من ورهدك في برس نعم حتى بالليلي صد جمال عندما تعاقد معه نادي برست ونحن كنا ننتظروا في المباراة الأولى ليوسف بليلي خلف المباراة الأولى شاهد الجزائرين كلهم يشاهدون نادي برست يعني بالقبلة ولكن بالقبلة ليس من النوع الذي يشاهده المتابع الجزائري أو يتابعه لتلك الدرجة كيوسف بليلي عندما شاهدنا المباراة كانت أول مباراة نظن أمام مارسيليا أو لا ربما مع نادي متواضع أول مباراة لنادي برست لكل طرح السؤال لماذا تعاقد يوسف بليلي أو لماذا تعاقد والد يوسف بليلي مع نادي متواضع كنادي برست لأنه مستوى أكبر بكثير من هذا النادي نعم المشاهد الكريم يتبعنا قلت لك بالليلي كي راح لبرست كان أمور بينه كانت للمي فورم تعليكي بناشيونال لروندومون تعليكي بناشيونال وإن كان يلعب ماشي كيف كيف جال برست أنظر الماء واحد آخر سمات شاطر رأي أنه لازم يغادر بيانشي رادي هدركك عليها هدركك فيما يخص وزيد بزيادة كي سنية في برست سنية في كان صالير دير يزوار نعم صالير دير يزوار ما زال مارونو بلاشي القنطرة وذكاء راو راو يخلع حتى لا يبقى من دون فريق لأنه طولت حكايته جوية لكن تدريجيين عاودوا الله في المنافسة المدرب تعوينه سمعته داني المولار داني ماشي خيره باللي أحسن لعب في الشهر قال لهم لعب عنده امكانيات ومنه إلى خير دانك هو اللي فاورا بالباش يقعد عنده في برست دركك أوليك كان عنده اتصالات كان اتصالات فيرق من الأحسن من الأحسن يروح نقول لك أنا جو بريفير يروح النيس أنا يروح النيس رسكوا على بالك ما زال هذا كتا قتلك تا الحومة وصحابه ما زالت عنده دحبولانك الله غالب سي هدية في نيس عنده ربع جزائرين عنده عطال عنده بوداوي أو تماما هكذا عنده نقولوا هدك دولور نزيد ونحطوه معهم أو تماما دونك والحارس تيدي بو الهندية أيضا حارس جزائيلي عنده عنده هدك كم يقولها باللغة الأجنبية عنده هدك الحتكاك العائلي جو العائلي هدك الدفاء دف العائلي الدف العائلي هدك السخانة هدك يلقاها دونك إلي با دي يقدر إبنتوى المو إزيدي بروغرسي ونز ما شئ برس فرق كبير في اللعابين ما شئ نرى في اللعابين في المستوى في التدريبات في المرضود دونك نعم المنتخب لعبين المحترفين يعني محرز محرز نعم أستاذ ناصر بدون نقاش نعم رياض محرز طيب أفضل حارس هناك مصطفى زغبا هناك رئيس هناك حديث على أنه جمل بالماضي قد أدرجه في القائمة المستوى يعني تختار نعم تختار غاية مربح ما شاء الله نعم نبولحي نبولحي بالأرقام الكارثية نعم رأيك ضائي الشخص من ناحية الأرقام نشوفه مصطفى زغبا قدام المستوى جيد مالك عسل في بعض الأحيان نعم هناك مشكلة حراسة في المنتخب الوطني حتى نكون على المستقبل الحراس نعم أفضل مدافع أفضل مدافع أفضل مدافع ليدر هذا العام سيزان عن البرường INT because of the oppression لم يكن لديه Taizan كبيرة أو لا ولكن الم состояни graveyard يعني trehan aooda بن 70 بن 70 نعم أنا أوافقه كرباء بن 70 بن 70 أرمي بن 70 نعم باتفاق الجميع أفضل متوسط ميدان ربما شيء واضح عن أن إسماعيل بفضع من دوسم بالناصر بالناصر Ragres بطل في إيطاليا بالناصر نعم لكن شيء جميل أنه في وسط ميدان لأن لأننا عديد من الخيارات بوداوي نجد أيضا بن طالب عاد إلى مستوى مع نادي أنجي زرقان هناك أسماء شباز ستدخل في المنفذ بن ناصر ننشوفه يلعب ننشوفه نعم بن ناصر هرب مستوى نعم حتى أنه بن ناصر كما ذكرت هرب مستوى مقارنة بكل لعبين الموجودين أفضل مهاجم في لعبين المحترفين وفي المنتخب للأسف نعم وفيك الرأي مئة بالمئة سجل هاتريك في المباراة الأخيرة وعاد ناديها درد العام ينشيزون لبس بها في نيس وإلايتي يعني نجور خليف في النتيجة تعني بالنسبة لبطول نعم أستاذ ناصر سليماني سليماني من دون فريق من دون فريق ولا يسجل سجل لعب وسجل أخي كريم سجل كاحتياطي هدفين وثلاث أهدف مع سبورتينج وكان خلى هو يكمل يكمل أنت تختار بالعواطف يا أستاذ ناصر أنت تختار بالعواطف وإسلام سليماني أنا شخصيا لو كنت مكان جمل برمضي مستدعي ما صامش كان يلعب كون سليماني مكان شي يصوم كان يلعبوه مش من ناحية الصيام هاني نقول لك يبقى رأيك شخصيا بدأت المشكل بهذا الشي نعم بينه وبين المدرب إسلام سليماني الآن يعني بنسبة كبيرة الاستدعاء المنتخب لن يكون حتى أنه بعض المصادر قالت بأنه هو متواجد في سيديموسا موجود إن شاء الله بربي ولكن هذا شيء غير مقبول أنه مهاجم مع العرش نحن نعبوك بضاف لك أستاذ ناصر نخمو على المستقبل جيب لي مهاجم في عمر 34 سنة ما عندوش فارغ يا أخير أحسن طراث خلقات الكرة الجزائرية هذا كوه سليماني محبول أشتار ما لنزيدون رابح ماجر أفضل لاعب نزيدون نجيبهم قابح ماجر ووقتو خويا مسليماني ما زل وقتو يا هو يبقى رأيك هو يبقى رأيك شخص راح يتعلموا عليه اللي راح يكونوا قداموا إن شاء الله وشفوه وش نقول لك نعم إن شاء الله أستاذ جامر راطي نرايك في فقورة القادمة كل حاجة عندها نهاية نعم والإنسان لازم يكون سعيد بنهايته نعم نعم منهم سليماني لازم يكون سعيد بنهايته لازم يكون سعيد بنهايته الحق بنهايته كيف تتفق بالانو عندي ديلر من هو أفضل عندي ديلر نعم شفتنا الهدف الكوفران لي مركاها في الدرنيم ماشتاعوه قبل قبل المباراة الأخيرة نعم سيتان كوفران يعني من طيراز عالمي كي سرد الإماجيناسيون القاردين جلس فقراصو ما شافاش قاكتفاش قلعات رابا سيزي عبرت بيش ما سلم من اختلفوش يعني اختلاف سيء نعم دولور كي هدرت لك عليها نايا نعم ما رش نقول لازم يقول لي أنا ما ندخش في تفاصيل اللي با لازم يعيط له لا 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 شيء واضح هذا دعوة سرله هذا هذا كان في الإكيب ناسيونال المدرب الوطني قرر باللي ما يعيط لهش هذا ما كان حديد قياس نعم حنا تحدثنا كلاعب محترف فقط تحدثنا كلاعب محترف فقط كما علم العفف الفلق الوطني نعم مستاذ جمال يجب الآن أن نجد الحلول لا يهم من كان لكن يجب أن نجد الحلول في هجوم المنتخب الوطني الجزائري عمورة يقدم مستوى متواضع ولكنه في الأوين الأخيرة عاد معنا ده وتوجه منجحه منجحه لأنه مستوى تقاقر هذا الشيء واضح الآن الشيء المهم يا الأخ جمال أنه يجب أن نجد مهاجم في المنتخب لأنه ما عندناش مهاجم الآن ما عندناش مهاجم يجب أن نجد مهاجم يخص المنتخب الوطني الجزائري مشاهدين اختربنا لم نقل وصلنا لمسك هذا الختام ولختام هذا الأعدد الأخ والكوتش جمال أعرب نشكركم جزيل الشكر على كل ما قدمتموه لنا سهرة اليوم كان حوار شيق بينكم وبين كل زملاء المتواجدين قاتلنا حوالي أسبوع فقط على مباراة الجزائر وأغاندا باختصار أنت مع استداء الوجوه الجديدة أم لا لأنه هذا السؤال قد طريحه من قبل على أخ ناصر كل حاجة عندها نهايتها نعم كل إنسان لازم يكون ساعد لازم يكون ساعد بنهايته نعم ما يكونش مغير متقب لازم يكون ساعد بنهايته وكل حاجة عندها تجديد كل حاجة عندها تجديد والآن صار وقت تجديد نعم في الهجوم برك وإنما في حوالي 7.80% من تشكيل الفارق نعم كيف يكون 7.80% من الـ 11 22 من القائمة 22 باش نجربو من القائمة لازم يكون حالي 60 احتل 70% جدا نعم ونحن بانتظار قائمة جمال الدين بالماضي التي يعني يعني من دون شك وبالتأكيد أنه ستكون فيها العديد من المفاجآت والعديد من التغييرات نشكركم جزيلا شكر على كل ما قدمتموه لنا الليلة الكوس جمال أعراب تفضلوا بكلمة آخر ربي جزيكم نشكركم على الضياف وحسن الضيافة ونشكر المتفرجين على صبركم معنا كما نشكر الأخ ناصر والأخ جمال ونشكر الأخ المنشطة الحصى وما ننساش نقدم الشكر تعي لكل الناس اللي صهراء على هاد الحصة هذي من تقديم وإخراج وما يشبه ذلك ونقول إن شاء الله إن شاء الله يجونا العابين ويجو ناس اللي تخمم على كورة القدم وباش تطور كورة القدم وكي نقول كورة القدم ما نقولش للفريق الوطني نقول جوه بريسيز بيان كورة القدم كورة القدم تبدأ من اللا بلو باس ديفيزيون احتى اللا ميريك يبدأ جيري نعم نتمنى ان شاء الله يكونوا يجووا ناس نوزها باركات من البريكولاج احنا الله غالب احنا نري سبير فوتبول نري سبير با أرجان نري سبير فوتبول نتنفسوا كورة قدم ما تنفسوش درهم نعم نتمنى ونتمنى وفي أقرب الأوقات نحنا واشي همنا المتعة نجو نشوفوا عبر الشاشة نشوفوا ناس تمتعنا ونفرحوا بالناس طريقة لا يتشرفنا بها على برة نحن مادا بنا كن خرجوا البريكولونا تبارك الله نعم فواحد الخطراء نحكي لك هذي باختصار شديد كانوا عندي واحد درري صغار حداشن سناء جال يا مدرب سويسري قال لي الشي اللي يعجبني في دريتاك ماشي المستوى التقني التحهم قال لي التقنيين جمو قاعي يكونوا قال لي واش بهرني في المستوى في دريتاك قال لي المستوى تنظيمي داخل الميدان كيفاش يلعبوه كيفاش يتحركوه كيفاش يتطلعوه كيفاش يحبطوه هادالجا ما جاشنا نتاج تعابريكوليا نتاج تعامل 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 تعطلاته والاربع سنين وجدنا هادا ك باشي dulحوا ان شاءنا Now على ماشي ان جاءوا الناس اللي ما يقول لكد ما ند دي كوب دافري쉬 قيم دل ميل 23 يجونا الناس ليقول لكم با watched that لكو مباري كوب دو موند say 22 26 باشي نكونوا في دمي فانال نعم ويجونا ناس ليقول لنا في ديزناف وفي الU20 في الأسپور هاملك الهداف وهذا الشيء يكون بانقراض ديناصورات المتواجدة في الإدارة وفي التسيير الجزائر يبقى مجرد أمنية إن شاء الله هذه الأمنية تكون وهي أمنية بعيدة المنال لأن هذا الوجوه ستبقى موجودة وسنتغير نحن وننقرض نحن ويبقون يريثون هذه الجزائر إلى أبعد مدى حتى ندخل في العديد من التفاصيل السياسية وحتى نبقى في ميدان كرة القدم وحتى نتوقف عن بطل حيث تفضل القوي ليس اللي عنده الحكم القوي هو الله هذه بشي عرفوها المسؤولين ديانا لما يكون عندك أتقن العمل تاك وبرك الله وفيك نحن نوجه واحد سلام الحارل واحد الأخت قدر إلهام حكمة دولية هي عملية جراحية على مستوى الركبة نتمنى لها إن شاء الله العودة إلى الميادين في أقرب وقت والشفاء العاجل إن شاء الله سلامي إلى كل عائلة قدار وفي الأخير شوف الإنسان لما تكون عنده حسن نية واحد الأم طلبت موليدها كانت الكورونات الدينية وكاننا نروح نشوف مكة لحب نموت فيها وفي الأخير يتحقق الحلم هذا الأخ حميد من بجي مختار والإحسان لوالديه يعني عنده الأم التاع اللي إداها للحج سبحان الله يعني وفى بوعدها هائلة الحبوس محمد بن ناجم وهذه الأم غنية التي توفيت في مكة والله اللحم يشوك يعني بش تشوف تشوف الإبن هذا شوف له الإحسان والبر تعالوالدين رحمها الله وأسكنها فسيحة جنانه والصبر للسلواني لكل العائلة الكريمة ببجي مختار وش رح نقول لك هاوليك ليحب يدخل للجنة غضى الوالدين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا لكم أستاذ ناصر عمر طبعا حسن خاطمة شيء خاص في هذه الحياة ننسو بأن الدنيا فانية يعني في آخر المطاف وفي بعض الأحيان مثل هكذا مثل هكذا أمور التي تذكرك بأن الدنيا كلها فانية ويجب أن يتذكر بعض الوجوه وبعض الديناصورات التي كنا نتحدث عنها بأن الدنيا هذه فانية وسيأتي يوم يحسبون فيه عند الله سبحانه وتعالى أستاذ جمال تفضل بكلمة أخيرة شكرا لأخ يوسف بارك الله وفيك على مرة أخرى شكرا لأسي جمال أخوة الناصر بارك الله وفيكم مشاهد الكريم بارك الله وفيكم لتبعتونا إن شاء الله كنا أخفف عليكم وفدناكم وإستفدنا معكم أخوة الناصر ذكر هذا الحجة هذا حسن الخاتمة باكت موت في بيت مقدس بيقعة المقدس حاجة يعني يعلم بيغربي على كل حد أنا روح للجامعة من جانب الفرح كان واحد فيه لدينا هذه الدنيا واحد يزهى واحد يتوفى واحد وكل شيء بإذن الله على كل حد هذا أوليدنا آمين آمين كوشان أوليد أخويا وصديقي وحبيبي مصطفى الدكتور كوشان هذا دخل القفص الدهبي قلوا له أمين وليدي مبروك عليك إن شاء الله رطحت فيه مرأة بربوحة وإن شاء الله ربيه بيدرية صالحة عقبالخونة يوسف عقبالخونة يوسف طبعا إن شاء الله وقذلك مبارك مبارك البابك أخويا مصطفى وشرتو الأم ديالك الأم ديالك اللي حسن التربية ديالك لأنه طفيل ما شاء الله خالقه مننا نعم بارك تبارك الله مبروك عليكم أخويا مصطفى والأم شرتو الأمة نفضلها شوية عليك وكذلك الخالق خالقه هذا أنت ما تعرفوش نصري عرفو مني وسيد جمالي عرفو مني خالوا أنا حبيبي وخويا وعننا علاقات عائلية فريد بوراد فريد بوراد خالو أخو يمه مبارك له وكذلك لأنه طبعا خالو أخو تحيتنا لك أخويا فريد وكذلك واحد في الحومة حامد بحليسة هذا حامد تكرتكو لأن هذا الإنسان يخدم ببيوت الله هكذا يخدم المجد التعند الإصلاح اللي جاي في بي الكور ربي يكثر ممثاله بيكتر ممثاله وبرك الله فيك ولازم تقعد ناشط وما تخيبناش وما تخيبش المصلين الكرام والختيمة لما هضرنا على التسير والعامل والناس النزه هذا إنسان معروف يعرفه يعرفه جاسي جامل يعرفه ناصر أخويا أبو بكر شنيوني الحاج أبو بكر شنيوني نحييك أخويا العزيز أنت إنسان خلوق إنسان طيب وإنسان مدين إنه فيقع الوصائف المليحة ما نعرفش فيها يعني وصيفة مش مليحة هذا كان وحده يخدم فيدرالية يوسف هذا هذا المشاهد الكريم يشتعرفه هذا الإنسان كان هو ولا فيدرالية مع الحجرة وراء هو يدير كلش ما يسحقش نفلان نفلتان إلي ضو وين تحطوها نحييك أبو بكر وسلم عليك إن شاء الله نتمنى ربي عز وجل يعطيك صحتك أنت والأهل والزوجة والدرية إن شاء الله وفي الختام بارك الله فيكم إن شاء الله ما كناش تقال عليكم وفي فرصة أخرى إن شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للتابق للمنتخب الوطني ومحلق قناة الجزائر أروان جمال أولمان وأنا بدوري أقول لكم مشاهدين بأن تبقوا أوفياء لبرنامجكم أقول الخضراء طبعا نقدم تحياتي الموحة لكرب ليعمل في صوريكال وأيضا إلى الأخ عبدالحق العوار وإلى كل المشاهدين والمتتبعين أوفياء لهذا العدد وصلنا لمسك الختام في آخر الكلام سلام سلام الله عليكم